توصل اتلاف النصري بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتيار الحكمة الذي يرأسه عمار الحكيم توصل إلى اتفاق يقضي بخوض الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين على أن يلتقيان مرة أخرى في إطار تحالف أوسع لتشكيل الحكومة بعد إعلان النتائج وأصدر طرفان بيانا مشتركا أكدا فيه على أن الاتفاق قد تم بالتراضي استجابة للمصلحة المشتركة وأن الجانبين حرصا على استمرار التعاون بينهما والعمل على خوض حملة انتخابية نازيهة